اشتركوا في القناة كمان بي ايلي طو اهلا وسلا فيك ايلي حضرتك المدير او المسؤول التنفيذي للكارنفال اللي راح يتم تكريم المطران شباعة خلاله انهار الاحد هالكارنفال غاب حوالي 20 سنة اكتر 23 سنة بطل علينا الاول مرة والحدث الابرس ضمن الكارنفال هو تكريم المطران فيليب الشباعة بدي لمحة اذا بتريد ابونا عن حياة الرجل المميز فعليا عم بحكي شي عن شخص موجود دي كل ذاكرة بشرانية شخص كان باي بكلمة معنى من كلمة استيز لمدرسة مدير مدرسة باي لتلميز باي للأهالي كان ترك أثر كبير عنا برعيتنا يعني بعد موته من كل عائلة من عيال البشرية جمعوا قالوا اننا نعمل مؤسسة المطران فيليب شباعة للخدمات الاجتماعية هو توفى عام 2002 توفى عام 2002 كان مطران لأبرشية بعلبك دير الأحمر نعم في هيك حيط صغيري وقت ارتسم مطران شبابي بشري كنت أنا بعضني صغير عملوا قمصان كدبوا كلمة أبونا أحلى يعني حبول المطران كأبونا كان بيناتهم كباي روحي يعني جسد هالكلمة بكلمة إلى معاني مضبوط مضبوط ونحن عم نحكي بكارنفال عم بيكون بسنة الستينات بلش في المطران شباعة نعم يعني بوقت كان في حرب بلبنان وكان مش قادر يعمل كارنفال كان هو كان يجسده فعلياً ما قدرنا نجيب معنا صور بس في صور بالذكرى البشرانية موجودين أشخاص يلي تمشي على العصي الأشخاص يلي بتعمل ألعاب بهلوانية كان المطران يشتغل عليهم كل السنة حتى يعملوا هالكارنفال نحنا كجماعة فرسان وأنا كأبونا رعية حبينا نرجع نعيد هالذكرى بلوب البشرانية لأن كلهم بيقولوا يا رايت بنرجع متل ما كان قديما على أيام المطران مش بايعة نحنا هون بدي وجه تحية للفنان النصري طوقي اللي عمل تمثيل المطران مش بايعة بمدخل بشري وأكيد للبلدية على رأس الأستاذ أونطوان الخوريطو وهون مجملات وحكي كتير بس ولكن علينا أننا نشكر الأشخاص سيادة المطران مارون العمار نقب البطرياركي العام على منطقة الجبة اللي هو فعليا برعايته بأبوته نحنا موجودين وعم نحقق هالشي هيدا هو الكارنفال اللي نحنا موجودين فيه أكيد جماعة فرسان العذرة اللي هن موجودين معنا برعية هن اللي أرروا ينفزوا هالمشروع نعم بنا نتعرف عليكم كأخوية روحية شو روحانيات هالأخوية وشو الهدف منها؟ فرسان العذرة هي جماعة ضمن جماعة كبيرة لأننا في عنا الزنيبق اللي هن صغار ست سنين في عنا فرسان العذرة الأعمار من ستة لأداش ناشر سنة في عنا الطلاقع وفي عنا الشبيبة وفي عنا الأخوية هادي كلهم موجودين بقلب الرعية مع الأبونا حتى يكونوا إيدو اليمين روحانية الفرسان هن متل روحانية مريم مريم المطوضعة بنت الناصرة هايدي الروحانية مع كل مسؤول هون بوجه تحية لكل مسؤولين الفرسان من أصغر مسؤول لأكبر مسؤولي اللي فعليه أنا عن يعطوا من وقتون ومنجهدون حتى يوصلوا الرسالة لقلب كل الولد نحنا كل نهار جمعة الساعة أربعة نجتمع بمدرسة رشيد عريضة نجمع حوالي 150 ولد منعلمهم عن روحانية مريم كيف نحنا اليوم كأولاد بقلب بيتنا بدنا نكون عم نشهد ليسوع من خلال الأكل اللي بتعملوا الماما أني أكلوا بدون ما اتزمر من خلال أني صلي كل ليلة قبل مني من أبسط الأمور بحياتي حتى نقدر هالولد يربع على فكرة أنه أنا بدي يكون مع يسوع نعم حلو كتير بدأ أن تقل عند إليتو إلي حضرتك المسؤول التنفيذي لهالكارنفال ليش أردت تعمله هالكارنفال بعد غيب كلها السنين يعني نحنا بمشاريع اللي عم نعملها بدنا شي ملفد بدنا شي جديد وبنفس وقت بدنا شي يرجع تاريخ بشاري مثل ما تفضلوا أبونا أنه البشراني يحبين يرجعوا لتاريخ بشاري لهالاحتفلات الكبيرة اللي صاري فقررنا أنه المنطلق نمشي بالكارنفال وفتشنا وقلقنا أنه المتران في ليب شبايع يلي هو بكل قلوبنا حتى أنا أنا وزير بسمع عنه صح من أبرز الشخصيات الدينية ببشاري نعم فنحن نجمع كارنفال ومنكرم بنا بصوات هاله المتران العظيم اللي عدنا مكتير لتاريخ بشاري نعم نعم كنت تسمع عن المتران شبايع أنت وصغير أكيد كنت تسمع عنه كلنا سمعين عنه وجيل قديم وحتى الجديد عم يسمع عنه عم نحكي عن الكارنفال نعم يعني نحنا نعف الكارنفال مش نهاك فتنة بـ هيدي المشروع وبهال حدث أبرز قررتوا تكرموا المتران جبايع أمتى بلشتوا التحذيرات؟ صارنا شهرين ثلاثة منحضر مزبوط يعني بعد غياب أكتر من عشرين سنة مسؤولية كبيرة عليكم أن ترجعوا بنفس المستوى والزخم اللي كان يتقدم فيه الكارنفال كان التحذير جديا على الأرض حين سواء ثلاثم عم يتحضر كل أعضاء الفرسين عم يشتغلوا معنا كل الأعمار؟ كل الأعمار عم تشتغلوا كل واحد يسهم على طريقتهم من أصغر بالان حدا حينفخوا لا للباراد لا هو الأساس تكبير هم شيني نفخ البولين هو الأصغار يعني تركيون الأصغار شي كتير حلو شي كتير كبير وخصوصا بمنطقة مثل البشري واستفادنا من التاقص الحلو كمين جاي الوقان الجاي كتير حلو فالتاقص حلو البشري منطقة حلوة شعب حلو لنعيد التاريخ من جديد كارنفال لكل أولاد لكل الأعمار من صغير للكبير ستة كنون الأول ساعة واحدة ساعة واحدة إلى ساعة؟ لساعة ثلاثة أربعة يعني عدة ساعات فتر بعض الظهر المسيرة حنمشي فيها شو يتضمن هالاحتفالاتينا فكرة إلي كيف رح يبدأ؟ حنبلش بمسيرة تبدي من عند المتران فيلي بشباعة منمرق بأسواء بشري صعودا لمدرسة المدرسية اللي نحن هلأ مستمرين فيها بتضمن ديزني كاركترز بتضمن باراد يعني كل شي خاصة للولاد فرقاء، مبالونات حيكون في عنجاد مهرجين مهرجين كبير كتير حلوة نحضر له بي بشري فأنا بدعك كل العالم عنجاد مش بس بي بشري كل لبنين وبها الطاقس الحلو يطلعوا عب شري هالمنطقة الحلوة من بعد هالمهرجنات اللي صاري ونحنا أكيد متشكركم مهرجنات الصيف مظبوط مهرجنات الصيف بشري الأرض صح اللي لفتت كل الأنظار بنفس المستوى كمان هيدا تحدي لوحد أن تكمله بهالمستوى مظبوط، هيدا كان شي كتير مهم قلنا ونحنا هلأ يعني بتصور نحنا بانتصار كبير تنرجع نراجع على هالشي على كل ما منتوقع من أهل بشري بهالأمور بدأ انت إلا لعندك أبونا سكر ارجع لحياة المطران الشباعة شو العبرة اللي نحنا ممكن ناخذها من حياته طريقة اللي عاش فيها طريقة تعطي مع الآخرين أبونا فليب خلني أقول أبونا هو أكيد مطران وكبير نعم الملفت بالفتنة الشاغلة خلق سنة 1920 وثلاث شخصيات في الكنيسة خلقوا بهالفترة هو الله يطول بعمله البطرق الصفير نعم وأديسة البابا يوحنا أبوه الستيني أنا وصير بسماء عبا بشري بيقوله هناك صفات كثيرة بتجمع لثلاثة أبونا فليب والمطران الصفير والبطرق الصفير والأديسة البابا تدتهم خلق القنيسة زيت السنة وعم شوف بهالمسيرة عندنا مشيها أنه ثلاثتهم عني نحفر اسمهم بالتاريخ ثلاثتهم بالأديسة نشكر الله عليهم أبونا فليب الحلو فيه التواضع حذرتك عرفته أبونا الستيني أعرفه أنا وظهير كنت أغدم لأله بالأديس هو يلي تارك فيي أثر أني اليوم أنا أبونا عماز بحرب أكيدة مع جماعة الفرسين يلي أنا بنتمي إلي أنا أبن الفرسين نعم والفرسين خلتني اكتشف دعوتي أكيدة أبونا فليب وكل كهان تبشري ووجه لهم تحية قالوا اني أنا اليوم كاهن عماز بحرب أبونا فليب تنرجع لحديثه الميزة الحلوة تواضعه ووقتها قررنا أنه نكرم المطرانش باعة حدا بيجي قلي أبونا بدي خبرك شي عن أبونا فليب أبونا فليب كان يوصل للفقرة والنس بالليل يدق الباب للبيت المحتاجي يحط الكيس قدام الباب ويفل هيدا كمت التواضع خلينا نشوف أنه أبونا فليب فعليا البي والأمب بنفس الوقت بقلب الرعية نعم أنا هدا الفيني لقص عن أبونا فليب هالشخصية الروحية حضرتك عرفته إلي والشباب اللي بعمره ما عرفوا ولكن وصلت كل صفاته الحميدة اللي هني ممكن يتمثلوا فيها شو بتخبر إلي ورفاقه عن أبونا أكيد اليوم في مؤسسة المطران في ليب شباعة نواجه لها شكر وتحية كبيرة لدعمها ومساعدتنا لألنا يعني نحن وقت أول ما طرحنا الفكرة عليهم كتير رحبوا وحبوا الفكرة وهني اليوم أنا بواجه تحية لأستاذ جو شباعة بنخيه للمطران شباعة نعم أستاذ جو شخص فيني شبه كمان مثل شخصية يوسف نعم الرجل الصامت بيشتغل بالخفاء بواجه له تحية أنا بقول لأيلي ولكل الشباب اليوم يلي عم بيسمعونا المطران شباعة بعضوا موجود بذكرتنا وبإذن الله لحمن ضلنا دايما نتذكروا من خلال إشي كان يعملها كان يعمل الأول إرباني يجمع كل أولاد الغني والفقير ويعمل لهم حفلة مع بعضهم الكارنفال يلي كان يعملوا يجمع الإسادزة والمعلمات والتلميذ كلهم يشتركوا بهالحدث ونحن بإذن الله سنة وراء سنة نحن نعيد هالحدث ونرجع كلنا كبشرانية نكون إيد وحدة حتى نرجع نعيد هالذكرى البشرانية يعني عم تحيوا الكارنفال هالسنة على أمل أنه يستمر كحدث الثانوي لإلكم بشري بجهود إلي وزملائه أكيد أدي مهمة هالنوع من النشاطات أو هالتكريم حتى تقرب أكتر الشباب اللي من عمر إلي لا إيمانهم أو يتمسكوا أكتر بإيمانهم الكنيسة هي أم والأم بتجمع الكنيسة أكيد هي صلاة والتزام ونقديس ونكون قريبين من الأبونا ولكن اليوم من العنصر الشباب شيء كتير مهم وأساسي اليوم أنا إيدي اليمين بالرعية هني الفرسين ما فيني عندي أفكار براسة عندي شغل براسة ما بيتحقق إذا ما معي شباب وصبايا حتى أقدر وصل هالأفكار واتواصل مع الناس يعني هون الشغلة كتير مهمة أنه الشاب والصبية بدعي اليوم كل الشباب والصبايا يكون عندهم نشاط بقلب الكنيسة مش بس أنه أنا نجيت قدستي نهار الأحد ورجعت عبيتي قديت واجبي الكنيسة هي أم وعلينا نحن اليوم كمؤمنين نوع لها الأهمية أنه أنا اليوم الكنيسة شب تطلب مني بدي آمول بدي كارس وقت بدي أعطي من وقت بدي أقول نعم التزم على ميسين مريام بها الشغلة بدي أقوم فيه بقلب كنيسة إلي خبرتنا عن التحضيرات لها الكارنفال لعيد الميلاد المجيد شو أن بتحضره؟ لعيد الميلاد نحن بكل التواضع يعني نعملنا هذا المشروع ملنا بوم وتركين العيد الميلاد لسن تأتي صراحة الآن عمير ريستالج صغير قديس صغير لكل الفرسين خاص لألنا بس البوم الكبير لعيد الميلاد هي لسن تأتي بوم شاء الله شاء الله بكم بوم كتير كبير مثل ما عودتونا بشري تحياتنا لكل أصدقائنا وأحبابنا بشري أهلا وسهلا فيكم وعباد كل سنة مرسي وعفو أصيرا مشاهدينا واللايب بكمين خليكم معنا شكرا